موسيقى أهلا أعزائي المشاهدين ورحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة أنك تتبارك بفقرات وأجزاء هذه الحلقة اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم الموضوع بعنوان مؤمن جسدي أم روحي وهذا الموضوع طبعا بشغل كتير من الناس حتى نعرف شو هي مواصفات شو هي مميزات كل نوع من هؤلاء المؤمنين أنا بدعوكم أن تشاهدوا معي هذه الحلقة وإذا عم تشعر أن الله عم بكلمك من خلال الكلام كلام الرب من الكتاب المقدس أنا بصلي اليوم يكون في تغيير في انتقال فعلا يكون في إيمان بالرب يسوع المسيح غرض الرب يسوع المسيح كما مكتوب عنه أن الجميع يخلصون وطبعا الرب يسوع هو النور فجاء حتى ينير في الظلمة حتى يكشف حتى يدعو حتى فعلا نتغير ونرجع إلى خلاص الرب يسوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي المشاهدين يصرنا مرة تانية أنه فعلا ندعو الأخ إليا كورولوس حتى يشارك معنا حلقة كتير كتير مهمة وهي الحلقة أكيد رح تلقي الضوء على موضوع كتير كتير مهم وتساؤلات كتير بين الناس هو حول موضوع المؤمن الجسدي والمؤمن الروحي أهلا وسهلا أخ إليا أنت خادم الرب خادم متجول وأنا متأكد أكيد بتواجه هذا النوع من التساؤلات أهلا بك أخ نزار فرحان أن يكون لنا فرصة نخدم الرب مع بعض شرف كبير إليا الشرف إليا عادة نسمع عن أنواع المؤمنين قبل ما نستعرض طبعا الفكرة الأساسية بالموضوع إذا ممكن تحكي لنا عن نوعيات الناس اللي مذكورة أو بيذكرها الكتاب المقدس الرسول بولس في رسالة كورونسوس الأولى أصحاح 2 وأصحاح 3 بيفرق بين 3 أنواع من البشر في أصحاح 2 بيكلمنا عن الفرق بين المؤمنين وبين الهالكين فلو تسمح لي أقرأ عبارة في أصحاح 2 وعدد في عدد 14 يقول ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة أول نوع بيكلم عنه الإنسان الطبيعي وكلمة الطبيعي عكس ما الناس بتفهمها هنا طبيعي يعني بطبيعته غير مولود من الله لكن كما ولد من بطن أمه بالطبيعة الأولى ثم النوع التاني في عدد 15 هذا النوع الغير مؤمنين غير المؤمنين بسمي الإنسان الطبيعي الذي ولد بالطبيعة البشرية فقط ثم النوع الآخر عدد 15 يقول وأما الروحي فيحكم في كل شيء إذن هناك الطبيعي غير المولود من الله ثم الروحي الذي ولد من الله لكنه أيضا ينقاد بروح الله ثم جفء صح 3 وفرق لنا بين نوعين من المؤمنين يعني بعد ما فرق بين الخاطي والمؤمن فرق بين نوعين داخل دائرة الإيمان النوع الأول الروحي الذي ينقاد بالروح القدس والجسدي الذي تحركه الرغبات الجسدية الموجودة فيه وطبعا رح نحكي عن كل نوع بس بعد إذنك إذا ممكن أقرأ من فضل رسالة بولوس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوس الإصحاح الثالث ورح أبتدي من الآية الأولى حتى آية أربعة وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لأنه متى قال واحد أنا لبولوس وآخر أنا لأبولوس أفلستم جسديين أعطينا بس خلفية عن هذه الآيات أخ إليا في رسالة كورونسوس رغم أنها كنيسة جميلة مليئة بالمواهب لكن عندهم آفة مرضية إيه الآفة المرضية؟ أنهم لم يكونوا يعيشون بقوة وعمل الروح الخدس فناس عندهم معرفة ناس مؤمنين عندهم مواهب لكن للأسف كانوا لازالوا بطفولية وصبيانية سمحنا أقول وعيالية وجسدانية كانوا بيتصرفوا والأمر دوت أحزن الرسول بولوس حتى كتب لهم في أول الرسالة عندما قال لهم أنني أسمع من أهل خلوي أن بينكم انشققات وبينكم خصومات وبينكم حسد والأمر دوت لذا كان فيه أكتر من كده كمان كان بينهم شخصا زانيا لا يمجد الله فدل أحزن الرسول بولوس وكتب لهم هذه الرسالة وفي الأصحات الأولى وضح وضع الضوء على الخطورة والمرض والآفة التي يعيش فيها هي الجسدانية وعدم الروحانية كمؤمنين لا يتحركوا وينقاضوا بالروح القدس وبمبادئ الله يعني قبل ما أبتدأ بالمواصفات لكن يعني الشيء اللي بيزهلني في الكتاب المقدس أنه بيتكلم عن إنسانية الإنسان يعني سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد بيذكر خطايا أنبياء وحتى في العهد الجديد حتى في كنيسة الرب كان في ممارسات والرسول بولوس بيكتب حتى يحذر وحتى يعلم في نفس الوقت هذه الكنيسة فالكتاب هو موحبه من الله البعض يسأل ليه هذه القصص موجودة عشان نتعلم منها وعشان بيورينا الكتاب أنه ما فيش حد كامل وإنه إحنا نسعى نحو الكمال حتى نكون مشابهين صورة الرب يسوع المسيح ألا أعتقد أن؟ أعتقد كده كويس أوي لأنه ده كتاب الله الواقعي وهي مرآة حقيقية تكشف حالة الإنسان وتقول له أنت محتاج للرب دي من ناحية ومن ناحية تاني كمان عشان لو أنا وإنت وأحبأنا المشاهدين المؤمنين حد فيهم كان عنده هذه الآفة أنا أتكلم المؤمنين وهي آفة الجسدانية نعم ولو تشاركني الرأي أخ نظار أكبر مشكلة في كنائسنا ومجتمعاتنا الروحية النهاردة الذاتية الجسدانية عدم الروحانية هي دية العاملة مشاكل زي ما نشوف بعد شوية أنت شرحت من كورونتس الأولى أصحاح 2 أن الإنسان الطبيعي بكل بساطة هذا الإنسان هو غير المؤمن غير مولود من الله بسميه طبيعي وطبعا يعني عنده جهالة ولا يقبل يعني حتى ما بيستوعبش ولا بيرفل حتى هذا الشيء إحنا في صدد شيء مهم جدا وهذا اللي عاوزين نحكي في هذا الموضوع لأنه الغرض من هذه الحلقة بصراحة إذا في بناتنا مؤمنين جسديين خلينا نحكيها ببساطة أنه إحنا منعطل العمل فعلا منكون سبب عثرة وعدم بركة والناس الغير مؤمنين إذا بيشوفوا مؤمنين جسديين بيقول لك لا يا عم شكرا كتير أنا مش عاوز أكون مثل هذه الجماعة فمهم جدا يعني في العلاج أكيد يعني منوصل للعلاج أنه كيف نعالج هذه الآفة حبيت الكلمة اللي استخدمتها أنه اللي عم بيصير اليوم في كنايس الرب فخلينا نبتدي بهذه النوعية منسمع عن المؤمن الروحي والمؤمن الجسدي كيف في أنا أميز كان فيه عندنا حلقة عن الحنطة والزوان من قبل قبل بمرة ومتذكر أنك شرحت عن الحنطة وشرحت عن الزوان لكن هون في داخل الكنيسة في داخل اجتماع الرب مؤمنين كيف أنا بقدر أميز النوعيتين من المؤمنين الجسدي والمؤمن الروحي شكرا أخ نزار بس عايز أقول لأحباء المشاهدين في الأول مش أنا والأخ نزار اللي بنقسم المؤمنين وطلعت في دماغنا نعم الحلقة وسمناهم لا اللي سماهم التسمية الإنجيل الكتاب المقدس رسول بوليس في كرونسوس الأولى صح 3 كما تفضلت حضرتك وقرأت من قبل قليل قال في عدد واحد وأنا أيها الإخوة أيها الإخوة إذن الرسول بوليس يتكلم إلى مؤمنين سماهم أيها الإخوة وسبق في أصحاح واحد وقال عنهم المدعوين قديسين في المسيح إذن هنا الكلام عن مؤمنين والرسول بوليس قال للقديسين وللإخوة قال لهم لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين إذن التقسيمة بس عايز أوضح في الأول لأنه مرة كنت بتكلم في حلقة أو في قعدة مش فاكر واحد قال لي بتقسمه بمزاقكم قلت له لأ الرسول بوليس هو اللي قسم بالوحي المؤمن الروحي والجسدي كيف أميز برضو الرسول بوليس حطلنا 3 سمات أخ نزار أقدر معايير أقدر أميز بهم بين الشخص المؤمن الروحي يعني روحي يعني ممتلئ بالروح القدس ويسلك حسب الروح يتحرك بالروح يسلك حسب الروح وبين مؤمن جسدي الذي يحركه هو الجسد والرغبات اللي موجودة فيه رسول بوليس أسم قال لنا الفرق الفارق الأول ألاقيها في عدد واحد قال لهم كجسديين كأطفال في المسيح نعم إذن هذا هو الفرق الأول هنتكلم عنه بعد شوي يعني أطفال في المسيح رقم 2 يتكلم في عدد 3 يقول لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين الصفة الثانية في علاقاته مع الآخرين بها خصام ومشاكل ومشاجرات من فينا يصير الأول والأعظم السمة الثالثة التي تميز الجسدي عن الروحي أو الروح عن الجسدي هتيجي في عدد 3 عندما قال جسديين وتسلكون بحسب البشر في سلوكيتهم إذن 1 أطفال 2 في علاقتهم كلها مشاجرات 3 في سلوكهم يسلكون بحسب البشر يعني وأنت بتتكلم لما اقتبست عن الإنسان الطبيعي أنا كنت عم بقرأ وأنت بتتكلم بكمل في أي 15 بقول عن الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه الروحي وأما نحن فلنا فكر المسيح لكن أنت لما تستطرت في الحديث في الإصحاح التالت تكلمت عن يعني ثلاث مواصفات اللي هي بتميز الشخص يعني الجسدي الجسدي الثلاث مواصفات اللي حضرتك أطفال نعم وفي علاقتهم مع الآخرين كلها مشاكل وخلافات وحسد وخصام والأمر التالت يسلكون بحسب البشر يسلكون بحسب البشر طيب هنا بقودنا المؤمن الروحي إزاي أعرف المؤمن الروحي بالتأكيد العكس تماما لما جي في الأصحاح القبل كده قريت الآية عن الشخص الروحي قال عنه الكتاب الروحي فيحكم في كل شيء نعم وهو ليحكم فيه من مبادئ الناس لأنه روحي شخص منقاض بالروح القدس عكس التلاتة اللي هنتكلم عنهم دلوقتي يا أخي نظار عكس التلاتة اللي فيهم الشخص الجسدي فالروحي شخص يتميز عنهم الكتاب قال عنهم الكتاب السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح خلينا لكانت نبلور أكتر على هذا الموضوع حتى بس يعني نعمل زي عملية تشخيص أيوة للمؤمن الجسدي كيف نعرف مواصفاته حياته ثمره شكله على أساس كمان احنا نعرف كمؤمنين أول حاجة قال عنه الرسول طفل في المسيح ودي حاجة مش حلوة على فكرة لأنه فيه فرق بين الكلام عن الطفولة الروحية كمستوى إيماني جديد وبين حالة مرضية يعني مثلا حضرتك عندك أطفال وعندك أحفاد ربنا يخلي لما الطفل بتاعك تولد وعنده سنة واثنين كنت فرحان به حتى لو مش عارف يتكلم لكن لا سمح الله لو بقى عنده عشرين سنة وبيتكلم بنفس الطريقة بتاعت سنتين إذن بقت حالة مرضية خطيرة فهنا نفرق ما بين مستوى إيماني لسه بادئ زي ما قال الرسول يحن في الأصحة الثانية عيلة الله فيها أولاد وأحداث وأباء دي حاجة حلوة يعني واحد لسه جاي للمسيح مبارح والسنة اللي فاتت فرحانين به حتى لو عيل صغير لكن لما يبقى له خمسين سنة في الإيمان ولسه بيتصرف تصرفات عيالية يبقى دي حالة مرضية يعني لازم يكون قابل للنمو نعم وقابل للنضوج صحيح عشان كده قال هنا بقى أطفال وبقى ده يوضح إيه يقصد بكلمة أطفال في المسيح تفضل أروح لعدد اتنين يقول سقيتكم لبنا لا طعاما وخلي بقى لحضرتك هنا بقيت الآي يقول لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون يعني لذاله في حالة من عدم النمو التأخر حالة من الإعاقة إيه سقيتكم لبنا هنا هنا لا يقصد هنا باللبن كلمة الله اللبن العقل عدم الغش لا لكن يقصد بها حالة من عدم الإدراك فليذالوا يحتاجون إلى الأمور البسيطة وعدم العمق والإدراك في معرفة الرب وأمور الرب ومال الرب يسوع المسيح وإحنا بنقول بشكل عام لسه بيشرب حليب بالزبط مش عام بيوكل لحم مثلا أو استيكات وده اللي قاله مثلا لأهل العبرانيين صح خمسة قال لهم كان يجب أن تكونوا معلمين لطول الزمان لكن تحتاجون إلى أحد أن يعطيكم لبنا لا طعام قوي لأن الطعام القوي للبلغين السؤال إيه هو اللبن وإيه الطعام القوي؟ ببساطة جديدة الطعام القوي هو كل ما يخص التعليم عن شخص المسيح طعام قوي يعني المؤمن لما يجبر هايز لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبه موته أما الشخص الجسدي لا ما تكلمنيش عن أمجاد المسيح ما تكلمنيش عن قوة الروح القدس ما تكلمنيش عن القداسة ما تكلمنيش عن كهانوت المسيح المسئولية في المسيح كلمني يقول لي الرب رعية بيأكلني ويشربني وأنا كويس وربنا صالح وعشان كده حتى الناس تحب تنيمة الرب صالح مع أن الرب صالح بجد أكيد يعني الرب صالح بص إحنا نعمل اللي إحنا عايزينه والرب إيه صالح لكن ما تكلمنيش كونوا قدسين ما تكلمنيش ملوك وكهنة مثل ما ذكرت حالة الاكتفاء الروحي فظيعة وطبعا يعني قضية خطيرة في حياة المؤمن فحتى أنا بلاحظ في بعض الاجتماعات يا أخنا زي وحاج بتلاحظ كراجل خادم للرب لما تروح اجتماعات وتتكلم في أمر كتابي تفسير جزء في الكتاب حقائق العهد الجديد تلاقي الناس بعد يمل يا عمي إيه الكلام دوت أنت قولينا ربنا بيأكلكم يعمل لكم معجز عيش وسمك ويش في الأمراض ويديكم ويخليكم ويوديكم ننفرح بيك ونسقف لك بعد الوعظة لكن تكلمنا عن العمق في المسيح والقداسة في المسيح ومسؤولياتنا في المسيح إحنا عايزين لبن مش عايزين طعام فهذا المقصود في الإصحاحة التالية ذكرت في كورنتوس ذكرت أنه اللبن هو يعني عدم الإدراك عدم الإدراك وأنه يعني تخيل مع كل الإمكانيات الموجودة كانت في كورنتوس من مواهب لكن بولوس عم بيتكلم بيقول أنا لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل يعني دولا جماعة الروح يعني جماعة اللي عندهم المواهب في كورنتوس لكن كجسديين بحط مثل ما ذكرت السبب الأول أنه بعدهم أطفال روحيا بيقول لهم لأنكم لم تكونوا تستطيعوا طب ماشي زمان كنتوا صغيرين لكن المشكلة بقى فين يا أخي نظار يقول لهم والآن أيضا لا تستطيعوا يعني لازلتوا تعيشوا في حالة العيالية فهنا الطفولة تقصد بها عدم الإدراك لكن كمان حاجة تانية عدم الفهم وعدم النمو وعدم النمو النضوج يعني مثلا الرب مرة بيكلم التلاميذ بيقول لهم تحرزوا من خمير الفرسين قالوا ما جبناش خبز قالوا مش بكلمكم على الخبز بكلمكم على تعليم الفرسين الخمير الرياء بتاع الفرسين عشان كده أول مظهر للجسدي الرب يحفظنا هو عدم الإدراك وعدم الفهم لأمور ربنا ليه لأنه الجسد وإمكانيات الجسد وعندما أقول الجسد لا أقصد اللحم والدم لكن أقصد الطبيعة الإنسانية الساقطة التي فينا لا تريد أمور الله كلمني عن الأكل والشرب أنبسط كلمني عن الأفلام والسينما أفرح كلمني عن الأمور المادية والفلوس والسفر والمتع أقام تعش لكن كلمني عن المسيح وكهانوته وقداسته وبره ومجيء وخدمته تلاقي الجسد اللي فيها ما يحبش كده فإذن يعني مش غلط أنه الواحد اللي بيجي للإيمان يكون طفل بالإيمان لكن قابل للنمو وقابل للتعلم لأن أصعب شيء أنه واحد يكون في داخل الكنيسة غير قابل للتعلم وأصعب شيء لما أروح أنا على الكنيسة مثلا أنا كنت فيها وبرجع بعد عشرين سنة نفس الشخص بيصلي نفس الكلام نفس الطريقة نفس الإدراك نفس الشيء ما فيش نضوج الروحي وعشان كده الرسول مثلا كتب لإخوة كولوسي يقول لهم نامين في معرفة الله ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح فإذن هاي خلينا نسميها السمة الأولى اللي ذكرتها في المؤمن الجسدي بحسب كلمة الله أنه بعده طفل بعده عيل والحاجة التانية حاجة التانية قال لهم في عدد ثلاثة لأنكم بعد جسديون طب الدليل اللي عندك يا بوليس قال فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين هو بيقول لهم أنتم جسديين بس بديكم الدليل زي الرجل بتاع المحكمة نعم الدليل اللي عندك أل عندكم خصام وانشقاق في علاقتكم بعضكم مع بعض في العلاقات إذن الأمر الأولاني في الإدراك الروحي الأمر الثاني في العلاقات بعضنا مع بعض والنهاردة عايز تميز جماعة جسدي أو روحية أخ النزار بساطة قوي شوف علاقتهم مع بعض هل بيحبوا بعض هل بيتخنقوا مع بعض هل بيتخصموا وتاني يوم ينقسموا على بعض عشان كده مثلا يقول لهم الرسول في فليبي أصحة اتنين لهم تمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة لا شيء بتحذب أو بعجب بل بتواضع حاسبينا بعضكم البعض أفضل من أنفسهم وأيام الرب يسوع المسيح برضو التلميس كان عندهم المشكلة دي قبل ما جيء الروح الخدس كانت بينهم مشاجرة حسب لقى اتنين وعشرين من منهم يظن أن يكون الأكبر والرب يسوع حاب يرد عليهم بس مش بوعظة يقول الكتاب قام عن العشاء وأخذ من شف واتذر بها وصب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلميس وبعدين قال لهم أتفهمون ما قد صنعت بكم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تفعلون لأني أنا كذلك فإن كنتو وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجو لكم فأنتم يجب عليكم أن يخسل بعضكم أرجو بعض الجسدي ما يحبش كده أنا الأول وأنا قلت وأنا لازم تسمع كلامي ولو ما سمعوش كلام سيبنهم الكنيسة وامشي وهكذا حتى أم يحنو يعقوب طلبت أنه واحد يكون على يمين وواحد على يساره حتى في اللحظات الأخيرة يعني في أسبوع الأخير للرب يسوع فيعني هو يعني حكى عن الهدف مجيء لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين الشخص الروحي أخ نزار اللي فيه الروح القدس لأن الروح القدس يميت أعمال الجسد الجسد عايز أبقى أنا أحسن منك وازعل قوي يا أخ نزار لو جوم قالولي ده الأخ نزار أحسن منك أزعل قوي والدايق أنا لازم أنا أبقى أنا الأحسن جسدي لكن لما أبقى شخص روحي يقول الأخ نزار يقول لهم الرب يباركه مئة مرة ده أنا أبقى فرحان أن ربنا نباركه وبيستخدمه لأن الروح القدس الذي فينا أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام إلى آخره إلى آخره مرة بوليس قال كلمة حلوة كشخص روحي قال لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي ويحنى المعمدان قال نفس العبارة عن الزاد برضو لما قالوا له المسيح بيعلم وبيعمد قال له ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص أنقص دور على أي مشكلة في أي كنيسة تلاقي وراها الجسد والزاد أكيد والانقسامات والتحذبات ويعني العارف كل واحد زي الفرق السياسية صرنا في الكنيس والحال اللي أنت بتتكلم عنها حالة روحية عالية إزاي أصل أنه أنا أفرح لنجاح الشخص الآخر مرات كتير الزاد اللي عندي لازم أطلعها شوي عشان أبين أظهر في الصورة وهي الإشكال طبعا ولما تظهر الزاد الروح القدس ينطفق لما تظهر الزاد المسيح يختفي لأن المسيح ما بيضربش بالكتف لازم هو اللي يبان أنت عايز تبان حبيبي أنت على المنبر وبالكنيسة فضل بس المسيح ياخد بعضه ويطلع برى الكنيسة خالص عشان كده قال الكتاب هذه الكلمة الحلوة عن الرب يسوع لكي يكون هو متقدما فيه كل شيء وعلاج هذه النقطة الرسول بولس حطه في فليب باتنين بعد ما قال لهم لا شيء بتحذب أو بعجب بل بتواضع حاسبينا بعضكم البعض أفضل من أنفسهم وبعد ما حط لهم العلاج ولا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه بل إلى ما هو آخرين أيضا وحط العلاج فين بقى لهم فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي أخلى نفسه أخذا سورة عبد إلى آخرين والشخص الروحي بقول الرسول بولس لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح المسيح فكر المسيح طريق التفكير المسيح أسلوب توجه توجه المسيح الذي أخلى نفسه الذي وضع نفسه الذي بزل نفسه الذي لم يرضي نفسه في أكثر من 15 تعبير تريبا عن المسيح خصوص نفسه أخلى نفسه بزل نفسه لم يرضي نفسه وضع نفسه إلى آخره بذل نفسه نفسي نتعلم أسلم نفسه أسلم نفسه له المجد نفسي أوي أنا وإخوات الأحباء المشاهدين نتعلم الدرس دوت من المسيح فزي ما قال الكتاب يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيكم طيب فإذا إحنا لحديث إسا حكينا على سمتين الطفولة الروحية وحكيت عن العلاقات شيء بيتعلق في العلاقات اللي هو الانشقاق والحسن والخصام والشيء التالت الشيء التالت هلقيه برضو قال الرسول بوليس في أصحح ثلاثة بتاعنا من كورنسوس الأولى وعدد ثلاثة قال لهم ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر إذن الأمر الأولاني أطفال لا تدركوا ولا تنموا الأمر التاني في علاقتكم مع بعض حسد وخصام وانشقاقات الأمر التالت في سلوكياتكم فما يميز المؤمن الروحي عن الجسدي مش وعزه مش النقاء الترنيم مشاطر لكن ما يميزه سلوكه فقال لهم عن الجسديين قال لهم تسلكون بحسب الجسد واسمح لي أخي نظار لو أقول أنه في في السلوك أمرين يخصه الجسدي الأمر الأولاني الجسدي شخص يسلك حسب الجسد والأمر التاني يسلك حسب البشر الفرق من الاتنين يسلك بالجسد أو حسب الجسد يعني حسب ما الجسد اللي فيه يمليني يملي علي يعني مثلا حضرتك زعلتيني فالروح القدس اللي جوه يقول لي ايه اغفر سامح حبه طب العكس بقى الجسد اللي فيه يقول لي ايه بقى انتقم الجسد اللي فيه يقول لي وريله هو مين وهكذا 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 إذن الشخص الجسد يسلك حسب ما يملي الجسد الداخلي عليه زي مين مثلا زي شمشون شمشون ايه المصيبة بتاعته ده كان قاضي في اسرائيل وكان شخص ربنا استخدم استخدم حاله لكن ايه سر وقعت شمشون انه شخص سلك حسب الجسد فمثلا نقرأ عنه في قوضات أسحة 14 يقول لأبوه انا شفت امرأة عجبتني اياها خذها لي لانها حسنت في عيني يعني المقياز بتاع الشخص الجسدي ما يرى بعينه المحسوس والملموس المحسوس والملموس مثلا الكتاب يقول عن برضو شمشون فصح 16 بسفر القضاء ذهب شمشون الى غزة ورأى هناك رأى هناك امرأة زانية فدخل اليها كات ايه النتيجة بتاعت سلوكه حسب الجسد انها تقلعت من الاخر وحصد يعني موسى برضو موسى الكتاب يقول عنه انه اول ما بدأ يفكر يخدم خدم بالجسد والخطر على باله لم يقوده الرب ان يفتقد سلامة اخوتي اذا السمى الاولى اللي بتميز سلوكيات الجسد انه يسلك حسب الجسد شيء الاخير يسلك حسب البشر يعني يسلك حسب البشر يعني يسلك زي ما الناس بتعمل الناس بتعملي برا احنا نعمل زيها يقول الكتاب عندنا بنت يعقوب عملت مصيبة لبيتها خرجت لتنظر بنات الارض بيعملوا ايه بنات الارض بيعملوا علاقات جنسية برحتهم فراحت عنده واحد اسمه حمور ابن شاكيم ودخلت معاه في علاقة جنسية والنتيجة عملت مصيبة مات منها عائلات السلوك حسب البشر اسأل سؤال تاني ايه اللي خلى بلاطس يؤمر بصلب المسيح حاب يرضي الناس مرقص 15 15 يقول الكتاب عن بلاطس انه اراد ان يفعل للجمع ما يرضيهم انتو ايه اللي يرضيكم يا جماعة عايزين نموت يسوع حاضر نموت يسوع اذا شخص الجسدي يسلك حسب رغبة قلبه وجسده ويسلك حسب ما يرضي الناس حتى ان بولس قال مرة واختم الفكرة بالكلمة دي ان كنتوا بعض ارضي الناس فلستوا عبدا لله شخص الروحي يسلك حسب الروح زي ما نشوف بعد شوي اكيد وفيه سلوكيات بالذات رسالة افسوس بيتكلم عنها انا عاوز اسألك سؤال كتير مهم اتحكيت يعني زي ما بقول تشخيص او تشريح بين المؤمن الجسدي والمؤمن الروحي خلينا المؤمن الطبيعي طبعا هو يعني خلاص غير مؤمن حكمة نفسانية شيطانية الاخري بس خلينا نرجع للمؤمن الروحي وعاوزك تفكر في هذا السؤال انه لما انا اولد من فوق الولادة الروحية الولادة الثانية في زرع في بزر بتنزرع في فبنفس الوقت هذا لا يلغي الطبيعة القديمة اللي موجودة في الانسان اذا ممكن نحكي عن هدول الطبيعتين حتى ننتقل للمؤمن الروحي لكن بحب اعطي فرصة لكل مشاهد بصلي بتأمل من كل قلبي اذا سمعت هو لانه يعني زي الطبيب اللي بشخص حالة المرض اذا حسيت انه فيك هذه المواصفات وهذه الخصائص يمكن حان الوقت انه فعلا مثل ما بقول الكتاب لانكم بالروح تمتون اعمال الجسد فانا بصلي انه فعلا تاخد القرار اليوم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة عن موضوع مهم شيق لكن برضو في مسؤولية هل أنت مؤمن جسدي أم روحي وأنا بصلي خلال هذه الحلقة أنك تميز وتمتحن نفسك وتشوف شو الكتاب المقدس بقول عنك أو عن حالتك أهلا وسهلا أخ إليا مرة تانية في هذا الجزء التاني من الحلقة قبل أن ننتقل للمؤمن الروحي ومواصفاته يعني عادة الشخص يمكن يفكر أنه مسألة نمو مسألة نضوج مسألة تسلسل يعني في علاقته مع الرب لكن بالواقع الكتاب يتكلم عن تغيير وهذا التغيير بيحدث في عمل الروح القدس عمل الإيمان في القلب وطبعا عمل الكلمة بصراحة اللي بتنزرع بتنغرس فينا فبتغيرنا فلما إحنا الروح القدس بيسكن فينا هل معناته صرنا روحيين ولا فيه صراع فيه شيء في داخلنا شكرا أخ نزار من كلمة الله نتعلم أن الشخص الطبيعي الجسدي الخاطئ عندما يأتي للمسيح يسكن فيه الروح القدس أولادة جديدة لكن تظل الطبيعة الأولى موجودة في داخل لا تختفي هذه الطبيعة منه لكن تظل الطبيعة التي ورثها من آدم موجودة فيه حسب رمية سبعة نتعلم هذا الدرس بيقول كده بوليس يقول أننا أرى نموسا آخر في أعضائي يحارب يحارب نموس دهني ويسبيني إلى نموس الخطيئة الكائن في أعضائي أرى نموسا آخر في سراع في رمية سبعة واحد يتكلم عن واحد مؤمن مولود من الله بس عنده سراع عنده سراع أنا شايف حاجة تاني جوايا عكسية أنا عايز أعيش في القداسة في حاجة جوايا بتشديني حيث النجاسة أنا عايز أعيش للرب عايزاني أعيش للعالم مرة أخرى هذا ليس معناه أن اللي مولود من الله هيعيش في الخطيئة إطلاقا لأنه أخذ طبيعة إلهية جديدة ما تحبش الخطيئة نحن الذين موتنا عن الخطيئة كيف نعيش بعد فيها لكن في سراع طب إيه اللي يميز المؤمن عن قبل الإيمان اللي يميز المؤمن عن قبل الإيمان أنه نال طبيعة جديدة ونال الروح القدس ومن خلال الطبيعة الجديدة والروح القدس وشخص المسيح يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يوجد سراع نعم يوجد سراع لكن في نصرة وإمكانية للنصرة نعم في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا وحب طم من أحباء المؤمنين المشاهدين ما تخافش لينا كمؤمنين مولودين من الله رغم أنه فيه سراع بين الجسد والروح لكن عندنا إمكانية للنصرة من خلال مقال الرسول في رميا 7 العدد الأخير ورميا 8 الأعدد الأولى عندما قال من ينقذني من جسد هذا الموت قال أشكر الله بيسوع المسيح وبعد الرحل رميا 8 وقال قال كده لأن نموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من نموس الخطية والموت فإذن يعني فيه بذرة روحية اللي بتنزرع في داخل الإنسان نعم اللي بنسميها سكن الروح القدس فبيتغير الإنسان بصير عنده طبيعة جديدة بسميه الكتاب الإنسان الجديد أو خليقة جديدة وبيبتدي في علاقة مع الرب لكن من فترة لفترة فيه إشياء اللي بتشده نعم لورا لكن الإعتاق أو التحرير الكامل لما منشوف أنه فعلا الإنسان بيمتلق من روح الله بصير تفكيره روحي حسه روحي تمييزه روحي كلامه روحي بينمو بينضج بعلاقته مع الرب كمان أضيف حاجتين اللي قال لحد يقلق هل معنى أننا مؤمن فعلا مولود من الله والجسد أحيانا يتحرك في داخلي أو أنا جسدي حتى هل هذا يلغي الحياة الأبدية الإجابة لا الحياة الأبدية لا تلغى لكن هناك خطورة على حياتي وانه هنا في الأرض نتكلم عنه لكن بعد شوية أحرم من بركاتك كتيرة لأني جسدي ولست روحيا طيب فإذا هون نحن منتقل للمؤمن الروحي أنت ذكرت في البداية أن المؤمن الروحي هو عكس المؤمن الجسدي لكن إذا ممكن توضح أكتر بشكل زي ما شخصت الجسدي اتشخص لنا الروحي الشخص الروحي أول حاجة شخص هو يمتلئ من الروح الخدس يعني يمتلئ من الروح الخدس يعني ملء الروح الخدس ليس معناه أننا بأخذ جرعات كتيرا من الروح لا لكن معناه أن الروح القدس يأخذ الكثير مني فالملء ليس أنني أأخذ الكثير من الروح لكن الروح القدس يأخذ الكثير مني ببساطة الروح القدس يسود عليها ويسيطر ويسيطر على الحياة هاي هي الكلمة لأنه نفس الكلمة في اللغة الأصلية امتلئوا خوفا امتلئوا حزنا امتلئوا غضب شو يعني امتلقوا خوفا أو حزنا يعني الخوف سيطر عليهم فأنا لما بامتلق من الروح القدس فأنا الروح القدس بسيطر أسمح لروح الله يسيطر علي ويقود خطوات حياتي ده تمام إذن الروحي شخص يمتلق من الروح اتنين الروحي شخص ينقاض بالروح ما أروع الكلمة قالت عن سيدنا عندما كان في أرضنا الرب يسوع المسيح رجع يسوع من الأردن وهو ممتلق من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية ما أروع ما قيل عن مثلا شمشون في وقت قوته وكان روح الرب يحركه بين سرعة واشتقول ما قيل عن سمعان الشيخ كان ممتلق بالروح وجاء بالروح إلى الهيكل عندما أخذ يسوع على يديه إلى آخر الكلام إذن الشخص الروحي شخص ممتلئ ينقض رقم ثلاثة الشخص الروحي هو ما يحركه مبادئ الروح ومبادئ الله في حياته فمثلا الشخص الروحي يظهر عليه ثمار الروح الخدس محبة لا يكره فرح لا يفرح بالإسم بل يفرح بالحق سلام يعيش سلام الله تعفف وداعة إلى آخره شخص يظهر عليه ثمار الروح القدس وماذا عن علاقات الشخص الروحي ماذا عن علاقات الشخص الجسدي حسد وخصامه شقاقات حتى لو مؤمن ماذا عن علاقات شخص الروحي بحب أول كلمة قال لها بولس مرة لما قال عن إخوات المؤمنين قال كلما أحبكم أكثر أحب منكم أقل فليكن يا سلام يعني فليكن يعني أحبك تاني يعني هستمر أحبكم أنه على الأقل أنتم بتحبوني ومرة تاني ده شخص روحي قال لإخوات المؤمنين في وبكلمتي مساو ستانية صحة أربعة قال في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني وبعدين يقول إيه لا يحسب عليهم هذا هو الشخص الروحي في علاقاته مع الآخرين يحب يسامح مغبوط عنده العطاء أكثر من الأخذ قالوا له ده الأخ فلان أحسن منك في الترنيم يفرح ويهلل طب فلان هيوعز وانت لا يا سلام مجدا للرب يعني شخص يحب إخواته أكثر ما والأعظم في الشخص الروحي عنده مبدأ واحد في حياته يتعظم المسيح أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيها لكن المشكلة في بعض المؤمنين في الكنيس مش عارف خطر عبالي وانت بتتكلم يعقوب يعني خدع أبو وأخوه كمان عيسو فراح لبس جلد حيوان وبعدين إسحاق عم بقول الصوت يعني هو مميز الصوت بس اليدين الصوت صوت يعقوب واليدان يدان عيسو أيوة فكتير مرات إحنا يمكن بالكنيسة منحاول أنه نبين بصورة لكن بقول الروح يميز ولا لا صحيح صحيح الروح يميز والروحي أيضا يميز بين الجسدي وبين الروحي طيب إحنا حكينا عن المؤمن الجسدي حكينا عن المؤمن الروحي لو اكتشفنا هذه الآفة موجودة في الكنيسة ما هو العلاج هل تسمح لي قبل ما نقول العلاج تسمح لي أقول خطورة الشخص اللي يعيش حسب الجسد ولا ما فيش وقت لا تفضل عايز أقول ثلاث أو أربع مصايب عشان نفسي أدق جرس ونقوص الخطر لكل مؤمن يعيش بالجسد يا عمي ما نرايح السماء يا عمي ما نرايح السماء على فكرة اللي يقولك أنا رايح السماء بس أعيش براحتك يعني لا طبعا يشك في إيمانه طبعا نحن الذين مطنعا مطنعا الخطيئة كيف نعيش بعد فيها لكن على الأقل أقول ثلاث أربع مصايب أو كوارث للشخص الذي يعيش بالجسد الأمر الأولاني قاله الرسول بوليس وهو يتكلم في رمية في غلطية أصحح 6 على 8 قال من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية خلي بالك يلي عايش بالجسد وبتبع رغبات الجسد الجسد سيقودك إلى الفساد فعندما انحضر شمشون ليدخل في علاقة مع امرأة زانية حصد فسادا وحصد موتا وحصد عارا فعار الشعوب الخطية ووصل لوضع انه فكر حاله انه ممتلئ من الروح او الروح كان بحركه فانتفض كعدته لكن لم يدرك انه روح الرب ان الرب قد فارقه اذا المصيبة الأولانية من الجسد ستحصد فسادا الامر التاني يقول الكتاب في رمية تمانية وعدد ستة يمكن لان اهتمام الجسد هو موت واهتمام الروح وحياة وسلام يعني كل ما تخطط له بجسدك حتى ولو كانت خدمة ربنا حتى لو كانت عبادة واصوام وتزللات تقود الى الموت يعني في الاخر المحصلة بتاعتها زيرو لكن ما يعمله الروح القدس في داخله سواء من حياة او عبادة او خدمة نتيجتها بركة اول شيء اخير كمان يقول الكتاب انعشتم حسب الجسد فستموتون ولكن ان كنتم بالروح تموتون اعمال الجسد فستتحيون يعني الكلام دوت ان العيش حسب الجسد ستقود للموت خاطي النتيجة هيموت في جهنم مؤمن مؤمن يعيش بالجسد ويخدم بالجسد ويتحرك ويخطط بالجسد في موت اقصد ايه بالموت يعني اقصد بها عدم موجود حياة المسيح في داخله ورقم اتنين قد يحكم عليه بالتأديب بالموت حسنا ذكرت من شوية او في الحلقة اللي قبل كده لانه لو كنا حكمنا على انفسنا لا ما حكم علينا ولكن اسقط حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم يعني طبعا هو موضوع فعلا شيق وكبير والكتاب او في صفر غلاطي اللي اقتبسته بقول يعني اسلكوا بالروح حتى لا تكملوا شهوة الجسد في الوقت المتبقي اخي لي عاوز اسأل طب العلاج يعني ما هو العلاج لهذا الموضوع العلاج هو في الروح القدس في الروح القدس اولا ادرك اننا في خطر لن اذهب الى الطبيب المعالج الا ادركت بالخطر اللي موجود فيه زي ما قلتش من شوية وجودي بالجسد وحسب الجسد حتى كمؤمن هيقودني الى مصايب كتيرة خلينا اروح للرب وقول له ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت عندما اتي امام الرب وانكسر واعترف بالخطورة اللي انا عايش فيها ساجد نموس روح الحياة وقوة عمل الروح القدس تعطقني من نموس الخطيئة والموت واحد اتنين انا احتاج الى ملء وفيضان الروح القدس المسيحية ما انفعش تتعاش من غير الروح القدس يا اخ نزار مستوى المسيحية روحي مستوى المسيحية سماوي مستوى المسيحية فوق الارض مش اقدر اعيشها الا بقوة الروح القدس بالروح تميتون اعمال الجسد حاجة التالتة والاخيرة قالها الرسول بوليس في غلطية خمسة ستاشر انما اقول اسلوكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد وعايز افرق في رص دقيقة بين السلوك بالروح والسلوك حسب الروح السلوك بالروح هو قوة الروح الخدس التي تحركني تدفق تدفق الروح الخدس والسلوك حسب الراين اللي رسمه لأرباح الخدس يعني ايوه امشي ازاي اروح فين اتصرف الخدمة ازاي اتصرف مع نفسي وبيتي وكنست ازاي فاسلوك بقوة الروح يعني بالروح واسلوك حسب الـ الخطوط اللي حطها للروح القدس وده اللي معناه اسلوك بالروح ايه النتيجة فلا تكملوا او ولا تتمموا شهوة الجسد او حتى لا تكملوا حتى لا تكمل شهوة طبيعي لما بتسلك بالروح انت مش عم بتكمل شهوة الجسد فاذا هون انا بشوف قوتين في قوة الجسد قوة يعني جبارة قوية جدا وقوة الروح القدس وبعتقد قرار الانسان يعني انا بصمم انه اسلك في الروح امتلق بالروح امتلق بالروح اصمم انه انا فعلا عاوز اعيش بحسب الروح متل ما ذكرت المواصفات شو الكلمة الله بتعلمني بتعلمني طب ازاي انط من هاي الجهة يعني اقفز من هذا الجهة للجهة التانية اكون بالروح اجي الى المسيح وقدام المسيح وانا ساكب قلبي ومنكسر وانا اصلي للرب تعبان ويحي انا انا تعبان انا جسدي انا تعب نفسي وتعب كنستي وتعب بيتي وتعب حياتي وتعب قلبك يا رب عندما اتي الى المسيح اجد المسيح فكر حالك لما بطرس كان بيغرق على المية يا رب نجاني نعم ففي الحال مد يسوع يده وامسك به في غلاطيا كمان لانه في غلاطيا بروميا بيحكي عن الموضوع باسهاب بس واحدة من الاشياء اللي ذكرها بولوس من العلاج هو الصلب نعم الصلب يعني فعملية الصلب عملية يومية عملية مستمرة كل يوم انا محتاج اصلب ذاتي غلاطيا 22 اصلب شهواتي غلاطيا 25 24 اصلب العالم غلاطيا 6 14 يعني فيه عملية صلب بشكل مستمر اللي انا ممكن اعمله في هذه الحالة عندما ادرك ان حقيقة مسيحية مهمة اوي اخنزار ان الصليب له وجهتين الوجهة الاولى المسيح مات لأجل لك يخلصنا والوجهة الثانية انا موت مع المسيح فكل يوم اقول للرب زي ما متعتني بموتك عشاني وغفرت خطيتي متعني كمان بان انا موت معك فعلا فاحيا لانا بل المسيح من اجل كانوا ماتوا كل النهار قد حسبنا مثل غنم للدبح وعجبني بولس لما جيه في رمية 6 وقال حاجة حلوة تريحني قال ولا تقدموا ولا تقدموا أعضاءكم ألا تأسمن للخطيئة بل قدموا زواتكم لله كشخص روحي بقى ما قدمش نفسي للخطيئة لكن قدم نفسي للرب يستخدمني افعل بي كما تشمل طيب في الدقيقة او الدقائق الاخرانية يعني شو النصيحة من خادم الرب اللي بيتجول وعم بتشوف حالات كتير من الناس شو عاوز تقولنا في هاي اللحظات أقول لنفسي وحضراتكم أحبائي خلي بالكم من أخطر عدو يهدد فرحك وسلامك ويهدد الكنيسة والاستخدام ورضى الرب علي وعليك قال وهو الجسد إن كان الشيطان عدو لنا وإن كان العالم ضدنا لكن هناك عدو أخطر في وفيك كمؤمنين هو الجسد لذلك أصلي من كل قلبي أنا وأنت نأتي إلى المسيح فيصل بالجسد ويموت ويحيى المسيح بقوة الروح القدس تعيش فرحان الرب راضي عليك وتكون بركة لكنيستك وبركة كمان مع أخواتك شكرا جزيلا أخي لي ربي باركك وبركي دايما زورنا شكرا إحنا زار بشكل زورنا ربي باركك ويبارك خدمتك أحبائي خلينا أقول هيك بشيء مختصر في النهاية ليس لزيادة أو إطالة بس أنا عاوز أقول أنه خطر على المؤمن يعيش في الخطيئة وصدقني بلاك تشوف الخطيئة بروح لغلاطية إصحاح خمسة عن أعمال الجسد الظاهرة يعني تقريبا تشبه غير المؤمن لكن شو اللي بيصير مع المؤمن الجسدي أنه بيكون عايش محطم ما عندهش تأثير ولا فعالية بيفقد حياة الثمر في حياته ما بيكونش مثمر عايش على الهامش لكن كمان الناس اللي بتخدم اللي بتسلك في الجسد بيفقد التركيز بيفقد الأولوية بيفقد الرؤية بتعرف كتير مرات الشخص اللي بيسلك في الجسد بكون عنده رؤية بيكون عنده بدي يعمل شيء بس مش قادر يحقق الرؤية لأنه ممسوك عارف زي الشيطان رابطه بحبل كل ما بدي ينمو عم برجع لورا حياته بتكون متناقضة عادة عن الهزائم كل يوم عايش بفشل وكل يوم عايش بهزيمة بدل صار يسلك متل ما بيسلك سائر الأمم ببطل ذهنه صار يعني مش عم بسلك بالمحبة ولا بيسلك في النور ولا بيسلك بالفرح ولا بيسلك كمسلك ذاك ولا بيسلك في الروح يعني عايش بيتحرك بالطبيعة الجسدانية مع أنه في صرخة عميقة في قلبه الروح القدس اللي ساكن فيه احنا نشكر رب في العائل الجديد الروح القدس ما بفارقنا بتهيأ لي لكن ممكن بيحزن لأنه شخص بيحزن وكمان مكتوب لا تطفئ الروح يعني أنت لما بتحط شيء بتطفئ الروح ما بيعدش واضح مبين في حياتك فالناس بقولوا هذا هو المؤمن فبتكون أنت معثر مش بركة بتفقد البركة والمكافآت وبتفقد أشياء كتير لكن أنا بصلي اليوم تعالى المسيح اصلب الجسد مع الأهواء والشهوات قلوا املأني بالروح القدس هذا امتلاء بشكل مستمر وأنك تسلك يعني بحسب الدعوة التي ترضي الله وأنا بصلي اليوم فعلا يكون نقطة تحول من الجسد للروح لأنه محتاجين ناس أقوياء بالروح بيصلكوا بالروح يقتادوا بالروح بيتكلموا بالروح بيعيشوا بالروح بيظهروا عمل الروح القدس في حياتهم فبصلي هاي الصلاة لكل مشاهد والرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة